إيه بقى مواصفات رجل الأحلام؟ إذن بعد أوزجان ده إيه مواصفات رجل الأحلام؟ عند أرواشاً لو فيه عرسين يعني بفرق ولينا أو كده؟ حد يكون بيفهمني وبفهم ويبقى فيه كيميا بيننا ما قدرش أقول أكتر كده لأنك عارفة ماينفعش تحطي تشيكليست طويل أصمر مش عارفة إيه كذا ماينفعش مش دايماً بتبقى كل المواصفات موجودة بس في الآخر أهم حاجة بيبقى التفاهم في نسباني مهمة أو إن حد يبقى خفيف الروح ويبقى زوق معي ومع غيري يعني يفهم قصدي ويبقى حد واثق جداً من نفسه لأن خلاص أنا وصلت مرحلة الناس بقيت عارفاني حتى لو سفرت لو رحت للأردن أو مش هنا أو في مصر أو في أي بلاد تعربي أنت قوية أنت برضو ست قادرة أنك تختاري وتقرر لي حياتك فبرضو ده مواصفاته مش سهلة بالعكس يعني هي أنا مش الست اللي هي مثلاً أحب أكون متحكمة بس ما حبش حد يتحكم فيها أحب إن إحنا نبقى نكملين بعض بناخد رأيي بعض يساعدني أساعده يعني فهمها أصدقى حد بيحترم عقلي بيحترم عقله ونكون بنتبسط وإحنا عادين سكتين مع بعض يعني أقدر مثلاً أقعد معاه على البحر مش بنتكلم بس كل واحد مثلاً مبسوط بالطبيعة يعني يبقى حد كده مريح مش كتمين على نفس بعض مهمة جداً بس يكون بيخاف برضو علي شوية آه يخاف وبيغير شوية شوية